متسللون ودخلاء هكذا وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي المسلمين في بلاده مودي كان يتحدث في مؤتمر انتخابي مهاجما حزب المؤتمر الهندي الذي يعد حزب المعارضة الرئيسة في البلاد بالقول إن حزب المؤتمر إذا فاز في الانتخابات فإنه سيعيد توزيع الثروة في الهند على من وصفهم مودي بالمتسللين والدخلاء ومن لديهم الكثير من الأطفال في إشارة إلى المسلمين في الهند تصريحات مودي لقيت انتقادات واسعة وشكاوى قانونية عديدة إلى لجنة الانتخابات إلا أن اللجنة لم تحرك ساكنا حتى الآن وبحسب مهتمين بالشأن الهندي فإن لجنة الانتخابات لم تبد اهتماما باتخاذ موقف من تصريحات مودي التي وصفتها المعارضة بالمتطرفة والمحرضة على الكراهية الطائفية والدينية ومنذ توليه السلطة في الهند سنة 2014 فاقمت سياسات مودي اليمينية من الانقسامات الطائفية في المجتمع الهندي فالرجل لا يدخر جهدا في مناصبة المسلمين العناء ولا أدل على ذلك من إقرار قانون المواطنة الذي من شأنه نزع الجنسية الهندية من ملايين المسلمين هناك بزعم أن أصولهم تعود إلى باكستان وبنجلادش بينما يمنح نفس القانون الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد فقط إذا كانوا من غير المسلمين وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مودي ينتمي إلى حركات هندوسية متطرفة ترى وجوب إزالة كل أثر إسلامي في البلاد وتخيير المسلمين بين العودة إلى ما تراه هذه الحركات أصولا هندوسية لهم أو مغادرة البلاد إلى أي مكان آخر الأمر الذي يفرض تحديات وجودية جادة على مسلمي الهند الذين يقدروا عددهم بنحو 200 مليون نسمة لا سيما أن حزب بهاراتيا جناتا الذي يقوده مودي من المرجح بحسب بعض المراقبين أن يفوز للمرة الثالثة في الانتخابات العامة التي تنتهي بعد عدة أسابيع ترجمة نانسي قنقر